موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لكم وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى لقائنا هذا من برنامج يسألونك عن الإنسان والحياة هذا البرنامج تتابعونه على الهوى مباشرة ويمكنكم التواصل معنا على أرقام الهاتف 01853 804 853 805 853 806 ويمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم على رقم الواتساب 76 4 94 19 ليجيب عليها سماحة الشيخ زهير قوسان أهلا بكم سماحة الشيخ أهلا بكم الله سبحكم الله بالخير أهلا بكم الله بالخير والعافية والذي يتحدث فيه عن المعلم حيث يقول إمامنا سلام الله تعالى عليه وحق سائسك بالعلم التعظيم والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه وأن لا ترفع عليه صوتك ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب ولا تحدث في مجلسه أحدا ولا تغتاب عنده أحدا وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه ولا تجالس له عدوا ولا تعاد له وليا فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس من هو هذا المعلم سماحة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعلم وسائسك بالعلم يعني هذا التعبير سائسك بالعلم نعم والسائس هو الذي يتولى رعاية الشيء ومن هنا جاء المصطلح السياسة نعم فهو المشرف على الرعاية وإدارة الشؤون والتربية والتأديب والطرويض حتى مثلا مرب الخيول ومدرب الخيول يسمى سائس نعم لأنه يشرف على رعايتها ومن ناحية الصحية من ناحية كل النواحي حتى تكون في أحلى حالاتها وكل أوضاعها تكون بالسليم كذلك سائسك بالعلم يعني أنه هو الإنسان الذي يشرف على تربيتك فكريا يشرف على إعدادك أخلاقيا وسلوكيا وروحيا ومعنويا فهذا الإنسان يعني بتعبير آخر هو الذي يتولى تربية الإنسان من كل الجهات سائسك بالعلم هو الذي يعطيك العلم والأدم هو الذي يعطيك القوة المعنوية هو الذي يبث فيك الروح الإنسانية يبث فيك الأخلاق حتى تكون إنسانا متكاملا في كل خصالك فهذا الإنسان الذي يعمل على تربية النشأ وتربية الجيل على هذه القيامة على هذه الأسس فيستحق منه هذا التقدير وهذا التعظيم والتوقير وما إلى ذلك بيطلع معنا سمحت الشيخ إنه مش كل من درسها طبيعي وعلمه طبيعي هو ينطبق عليه هذه تنطبق هذه الصفات عليه طبيعي نعم هلأ كل من علمني معلومة وأفادني فائدة يستحق مني نوع تقديرا نعم لكن هذا الحديث بهذه الساعة صحيح من الرعاية رعاية السلوك الخاص معه وأن نتعامل معه بمعاملة خاصة جدا هذه لا تكون لأي معلما يعني مجرد والله أستاذ في مدرسة أو في الجامعة أو كذا لقد لا ألتقي معه إلا لماما صحيح يأتي يلقي المحاضرة ويذهب لا يهتم بسلوك الطلاب لا يهتم بأخلاقياتهم لا يهتم بروحانيتهم لا يهتم بأوضاعهم وشؤونهم يعني هو موظف عنده حصة ثلاثة أرباع ساعة أو ساعة أو أكثر بقليل أو أقل بقليل يلقي ما عنده ويمضي دون أن يلتفت إلى أموه هذا يعني نعم يستحق مني نوع احترام نوع تقدير بحدود معينة لكن ليس هو المقصود بكلام الإمام زين العابدين عليه السلام الله وإنما المراد بالمعلم الذي عبر عنه الإمام بقوله سائسك بالعلم هو الإنسان الذي يتولى التعليم والتأديب والتربية بحيث يجعل من هذا الإنسان إنساناً كاملاً من الناحية الفكرية من الناحية الأخلاقية ومن الناحية الروحية والمعنوية فنعم هذا يمارس مهمة الأنبياء ولذلك عندما وصف المعلم بأنه يكاد أن يكون رسول منظور إليه بهذا المعنى كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر عن رسوله وعن رسوله جميعاً بأن مهمتهم أن يلقوا على الناس الآيات والأحكام و يرب الناس ويزك الناس كذلك المعلم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم نعم إذن المعلم المربي طبعاً المعلم المربي لأنه فعلاً يؤدي دور النبي دور الرسول يقدم لك المعلومة يقدم لك المعرفة و يزكي نفسك وروحك وأخلاقك و يقوي فيك جانب الوعي والحكمة والذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته يعني يلقي عليك المعلومة ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة يعني في شمول بال طبعاً علمك يعني اليوم كثير من المعلمين كثير من الأساد بيعطوك المعلومة بس ما بيربوه ما في تربي ما في أدب لا هو عنده أدب في تعاطيه مع الطلاب ولا الطلاب عندهم أدب في تعاطيهم مع الأساتذة والمعلمين طبعاً طبعاً فمثلاً الأستاذ الأستاذ الذي يدخل على طلابه يوبخهم ويؤنبهم ويتكلم معهم بكلام بذيء وما إلى ذلك هذا كيف يمكن أن توجه الطالب أو التلميذ وتقول له احترم أستاذك ولذلك عندنا الشهيد الثاني يمكن كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد يعني هناك جملة من الآداب لا بد أن يتحل بها المربي والأستاذ والمعلم ويقابله جملة من الآداب لا بد أن يتحل بها المربى والتلميذ مقابل أستاذه يعني كل منهما لا بد أن يملك مجموعة من الخصال حتى يصلح للقيام بهذه المهمة بالنسبة للمفيد أي الأستاذ أي المعلم وكذلك بالمقابل المستفيد وهو الطالب لا بد أن يتحل بجملة من الصفات وعندما ندرس مجموعة هذه الصفات ثم نذهب إلى النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام نجد أن هذه الصفات كانت توجد في النبي والأئمة عندما كانوا يتحركون في تربية الأمة وتربية المجتمع المعلم الكامل الكامل هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والأئمة والسلام والسلام ومن بعدهم من سار على هديهم ونهجهم وهون طبعا نحن عندما نتكلم لا نقصد خصوص مثلا رجال الدين والتعليم الديني لا كل معلم في أي مجال من مجالات العلوم إذا كان متحليا بهذه الأخلاق وبهذه السلوكيات وكان يعلم ويربي طلبته بهذه الطريقة فيستحق منهم هذا التعظيم وهذا التقدير والتوقيع يعني حتى سمحت الشيخ مش بعيد على الأستاذ يعني اللي خلينا نقول اليوم مثلا المعلم المدرسي قادر ياخد هيدا الدور دور التعليم والتربية مولانا الكريم إذا تلاحظ أنت بكل معظم دول العالم نعم الوزارة أو المديرية أو الإدارة التي تتولى هذا الجانب شو اسمها وزارة التربية والتعليم نعم تربية الأول تربية قبل صحيح التربية قبل يعني هذا المعنى ملحوظ حتى في الثقافة الحالية لكن مما يؤسف له أنه لا على مستوى الأساتذة والمعلمين ولا على مستوى الطلبة بعد عم نشوف أخلاق وآداب نعم بحيث تستحق التقدير صحيح ولنا يسألون عن الآية المباركة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاببون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون يعني هون بعض الأقوام الذين كانوا يعتقدون أن الملائكة هم إناث وأنهم أولا أن الله اصطفاهم لنفسه وهم أولاد له والذكور لعامة الناس ولعامة الخلق الله سبحانه وتعالى يرد على هذه المقالة وهذا طبعا المقالة نتيجة ماذا نتيجة هذه النزعة التي كانت موجودة عن بعض الناس في الجاهلية قبل الإسلام مسألة تقديم الذكر على الأنثى وأنه يتباهوا بالذكر ويتفاخروا بالذكران وما إلى ذلك فكأنه قالوا أنه الإناث حصة الله والملائكة وكذا والملائكة إناث والله اصطفاهم لنفسه ونحن خصنا بالذكور يقول الله هذا كله إفك وكله تزوير وكله افتراء على الله والله سبحانه وتعالى أولا الملائكة مخلوقات من نور يعني لم يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن جنس الملائكة هل هم من الذكور أو من الإناث نعم وذلك بعضهم يقول أنه فلاسفة اليونان مر عليهم فترة أنهم عايشين حوار وصراع حول جنس الملائكة وإذا بعدوهم قد احتل القسطنطينية وتجاوزهن بعض المشغولين بتشخيص جنس الملائكة هل هم من الذكور أو الإناث وصارت مثلا يضرب على كل من يشتغل بشيء لا يعنيه وما إلى ذلك ويغفل عن الأمور الضرورية في حياته وذلك يعني بعض الناس من هذا القبيل فالله سبحانه وتعالى يذمهم ويردعهم أنه ما تفكروا بهذا الموضوع الملائكة خلق من خلق الله هلأ كانوا ذكور كانوا إناث هم أولا ليسوا أولادا لله بالمعنى المعروف للولد نعم وما معلوم أنهم ذكور أو إناث حتى تجوا تناقشوا وتقولوا اصطفى البنات أو ما اصطفى البنات أو خلق الإناث لنفسه أو الذكور لغيره وبالتالي أذم الشغلي أنا أني حدد ذكور ولا إناثه وشو هنة وشو طبيعتهم وكيف الله خلقهم وليش الله خلقهم أنا علي مسئولية وعلي تكليف شرعي لا بد أن ألتفت إله وأعمل به نعم تسمح لي بيئة صالصة على الشيء تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله مولينا بدي حتي مع السيخة تفضل يا حاج يا مولينا أنا كنت مريضة بأيام بعيدة وكان علي أيام شي خمسة وعشرين يوم باعتقد هالأرض صمت من العمل أول شي سسعة أيام والسنة صمت ست أيام برزيب على أساس أنه أنا مش عارفي أنه ما بحق له الواحد يصوم برزيب قربة إلى الله إذا علي آبا سمت ست أيام أنا برزيب مش عارفي شو الشريعة شو ودي أعمال وبعد علي أيام بس ما هلأ مريضة ما عشت في يصوم من اللي بعتنا علي خير نعم يا حاج تبعينا أهلا وسهلا فيك آه شو بتعمل بها الحال يسمع الشيخ طبعا باعتبار أنها الآن صارت مريضة وتعجز يعني أنا بعرف كيف أنه إذا صامت هذا الشهر برجب ست أيام يعني معنى ذلك أنه كانت قادرة تصوم القضاء فيبقى في ذمتها هذا القضاء يبقى في ذمتها وعليها أن تقضي هذه الأيام عندما تتمكن من قضائها يعني هلأ الحاجة مريضة الله يشفيها الله عافية لحتى تتحسن بس تقدر تصوم ألا بتمرقهم كل فترة بتمرق إلى يوم بس هو بدأت التفت أنه في عليها كفارة تأخير لأنه بتقول من مدة طويلة أنه هو بذمتها وهلأ بلشت تقضي فيهم فهلأ عليهم كفارة تأخير أو فدي التأخير عن كل يوم إطعام مسكين فبنتحسبهم إذا 25 يوم مثل ما عم تحكي ففي عليها إطعام 25 مسكين مسكين عن كل يوم إطعام مسكين يعني هلأ فيها تعطيهم لشخص واحد وفيها تعطيهم لعدة أشخاص بس لهم يطلعوا 25 فدي لو افترضنا سمحت شيخ وإن شاء الله بتصح الحاجة وبترجع بتقضي إنه ما إدرت بعد هدول بالذم باقي باقي بالذم فتوصي بالوصي توصي بالقضاء عنها إذا هي لما بتعود متمكنة لأنه ومر عليها وقت كان بإمكانها أن تقضي ولم تقضي هلأ مر إنسان كان مريض وأفطر بسبب المرض واستمر مرضه حتى توفي فهذا يسقط القضاء وتتعين الفدي أما إذا إنسان كان مريضا وأفطر بسبب المرض ثم شفي من مرضه مدة كان بمقدوره أن يقضي هذه الأيام ولم يقضيها هلأ سهوان غفلتا لأي سبب من الأسباب لم يقضيها هذه الأيام التي فاتته فتبقى في ذمته إلى أن يقضيها أو يوصي بقضائها من بعد موته نعم يقول السؤال سمحت شيخ لماذا خصصت سورة الفاتحة للأموات هي مش مسألة خصصت سورة الفاتحة للأموات نعم هناك بعض المرويات وبعض الروايات تذكر أنه يستحب قراءة الفاتحة مع القدر مثلا عدة مرات أو مع التوحيد أو ما إلى ذلك ولكن هو بالأصل يعني يمكن أن تقرأ للميت أي شيء من القرآن يستحب قراءة القرآن سواء على القبر أو من بعيد وتهدي ثوابه يعني أي شيء من القرآن هلأ غايته في المجالس في الأمسيات في مناسبات العزاء وما إلى ذلك فهذه مسألة أسهل ما يمكن أن يتلى وهذه بيقدر يتليها الإنسان هو ماشي هو قاعد وكل الناس حافظينها وما إلى ذلك فهذا هو وهناك بعض الروايات التي أشارت إلى الفاتحة وإلا ما في خصوصية أي شيء من القرآن يمكن أن يقرأ نعم بخصوص كلمة سورة سمعت الشيخ يعني هو بس اسم له هل هل مقرأ هل جزء من القرآن من القرآن سمي اصطلاحا سورة وكل مفردة داخل سورة تسمى آية يعني كل مجموعة كلمات أو كل جملة تسمى آية هذا مصطلح فقط يعني اسم فقط لا غير يعني الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم هو اللي سمى هالشيخ سمع الشيخ أنه هاي دي سورة كذا هاي سورة كذا هاي سورة كذا يعني هو هذا يعني وارد هناك بعض الروايات عندما كانت تتنزل الآيات على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ويأمر أصحابه من كتاب الوحي الذين حوله ويكتبون الوحي أنو اجعلوا هذه الآية في سورة كذا اجعلوا هذه الآية في محل كذا يعني وارد بعض الروايات بهذا المعنى فمن هنا نحن نستفيد أنه كانت مستخدم هذه المصطلحات في زمن النبي صلى الله عليه وآله نعم خلي التفاح سمع الشيخ عم تقول أنه هل إذا فتحنا عليه الغطاء قبل أربعين يوم هل يصبحوا نجسا؟ قبل أربعين يوم أو بعد أربعين يوم هي بدأها الخبرة يعني المهم أنه عندما يصدق عليه أنه صار خل فلا إشكال أما قبل ذلك إذا يمر بمرحلة الخمرية فمشكل هذه المسألة بده أربعين أكثر أقل فبدون يسألوا يعني ناس عندهم بدها أربعين يوم سمع الشيخ بس من جرد ما فتحنا الغطاء بيصير نجس هو مبعف يعني إذا أخذ هوا ممكن بيصير خمر أو شي هاي بعمل لك بدأ سؤال أهل خبرة أنه هل يتحول إلى خمر في هذه المدة لو فتح عليه وأخذ هوا أو ما شابه ذلك هل يصبح خمر؟ فإذا أصبح خمر فبناء على القول بنجاسة الخمر نعم يصبح نجس أما بناء على رئيسه مع السيد فضل الله حتى لو قلنا أنه يصبح خمر قبل هذه المدة فهو طاهر وليس بنجس لأنه الخمر عند السيد طاهر نعم وأن كان يحرم شربه يعني ما نربط بين الطهارة والحلية طاهر ولكن يحرم شربه نعم ألو مولانا بدي أعجل الظرفة مع السيخ لربك على المعارض فضل يا حجي فضلوا مولانا ما قلت لي هوا الستيام أنت ما نويتيهم قضاء الستيام نويتيهم استحباب نعم نويتي استحباب آه لا ما بي صح ما بي ما بينحسبوا ما بينحسبوا عن القضاء آه بدي كن نوي قضاء كان فيها سمح الشيخ تنوي أعضاء آه صحيح صحيح وستساتيام الصمت العمل الأول خلص صمتيهم هولي صمتيهم القضاء بنيت القضاء صمتيهم عملوهم صمتهم بنيت القضاء آه خلص ولاش الشيصيني هولي راحو سمتي بالاستخدام بقي عليك البقيين قداش بقيت الخمسة عشرين يعني بقي عليك 16 يوام آه نعم بعينك الله بتمرقيهم كل ما تتمرقي لك كم يوم يعني هوا السستيام ما بيستقبلهم يا مولان مش ما بيستقبلهم الله بيستقبل كل شي بس. يعني ما فينا نحتسبهم بدل عن القضاء. انا. مش انه الله ما بيستقبل. الله بيقبل مننا كل شيء ان شاء الله. ان شاء الله. يا الله. ممنونين مولينا. يا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيك. يقول في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن عخوبة تارك الصلاة في شيء مخيف. آآ وكأنه هدم الكعبة الف مرة. ومن احرق سبعين مصحفا. او زمى بسبعين بكرا. السؤال. انت ترك الصلاة وعد الامر. آآ وعد الامرار باعطيها اعطيها طعام لانها تشتغل وهي آآ عاملي آآ عاملتلي معها الشهري. انه انه مفروض اللي ترك الصلاة ما حدا يعينه ما حدا يشربه ما حدا يطعمه ما حدا لازم يطعطع لازم. شو رأيكم شيء. يعني ها بعض المرويات التي وردت في هذا المجال تريد ان تبين اهمية الصلاة. وعظم المخالفة التي يرتكبها تارك الصلاة عامدا. وتارك الصلاة مصرا على تركها. نعم. لكن لا بمعنى انه يصبح آآ يعني واجب المقاطعة الى هذا الحد. لا سيما اذا كانت مطمئة بيقول يعني هي عم تنفق عليه. عم تساعده تعطي يعني. فلكن نحنا بنحاول ادما فينا نتشدد بالنصيحة. مم. والتذكير بضرورة الالتزام بالصلاة وما الى ذلك. والباقي عند الله عز وجل. طيب. انه نحنا امنا بالواجب سماحتي الشيخ. يعني يعطينا آآ آآ هالولد نصائحنا وارشاداتنا. شددنا آآ انصحنا آآ. احنا بريئة الزم. عملنا عملنا واجباتنا تجاره. بريئة الزم. بريئة الزم. انا لما قمت بدا بما ينبغي علي ان اقوم به من النصح والارشاد. والامر المعروف. والنهي عن المنكر. واستعملت شتى الاساليب. ولكن ابني لم يلتزم. ولم يستجب. فخلص. سقط التكليف عني. تبقى المسئولية عليه هو. امر الموضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سمحت شيخ. انه نفترض قريب او ابن او اي حدا. يعني انا لأي حد واجب علي ضلني وامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دمت اتوقع التأثير. واحتمل التأثير. بدي حاول استعمل اساليب مختلفة ومتعددة. عندما اصئل حد. اصبح يائس. وان هذا الانسان لا يتأثر. ولا يستجيب. ولا يعتني. ولا يهتم بما اقول. ولا يعنيه ما اقول. فحين اذن يسقط الواجب عني. نعم. عم يقول سمح الشيخ. انا كنت اقلد سمح السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه. وتوفي سمحته. شو واجب الشرعي انا بهالحالي. طبعا كل انسان يقلد مجتهد من المجتهدين. ثم يتوفى المجتهد الذي يقلده. فهنا. لا بد ان يرجع الى المجتهدين الاحياء. نعم. ويرى. ان كان هناك من الاحياء من يقول بجواز البقاء. على تقليد المجتهد المتوفى. فيبقى على تقليده. ويستمر ولا شيء عليه. عليه. واذا كان المجتهدون الاحياء. لا يقولون بذلك. فعليه ان يعدل من المتوفى. الى احد الاحياء. ولكن المعروف. عند فقهائنا اجمع. لا سيم المعاصرين. انه يجوز البقاء على تقليد المتوفى. وبالتالي فهو لا اشكال في بقائه. ويستمر في تقليده. يعني هو عندما توفية سمحت سيد رضوان الله تعالى عليه. كان الجو العام انه. انه. انه الجو العام كمان. بيقول انه. اه. يجوز البقاء على تقليد المتوفى. اه. وبناء عليه. بايمان. كان يقلد سماعة السيد على تقليده. اه خلاص. هيك بيمشي الحال. هذا المقدار كافي ويجوز وعمله مبرئ. بها الحال ما في داعي يرجع للحاي حتى يعود الى المتوفى. لا 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 خلاص ما هو باقي. بناء على ماذا. على فتوى الاخياء. صحيح. وهو باقي على هذا الاساس. نعم. يعني هو شو معنى التقليد. التقليد هو معناها العمل بفتوى الفقه. نعم. فانا عندما بقيت. بقيت عملا على اي اساس. على اي اساس. فقهة. بناء على رأي الفقهة بالجواز البقه. نعم. قلو. سلام عليكم. عليكم. السلام. رحمة الله. الحمد. طب مولانا انا على تقليد سيد فضل الله. بس بدي اقول انه سيد علي فضل الله. فيني انا انه قلد سيد علي فضل الله. او انه برجع لكلمته بانه نؤيد مرجعية المتوفى. شو رأيك? انا على تقليد سيد فضل الله. وبضلني على تقليده. طبعا. بس فيني مسلا اه ارجع لسيد علي. اه بيقول هو انه نبقى على تقليد الميت. اه? ماشي. تابعين اه لو سهلا. اه لو سهلا. ما دائما الحديث. هلأ خلي بس كمل السؤال الاول سمحت شيخ. انه اه نفترض رجع المقلد بعد وفاة مقلده. عدل. عدل. الى الى الحي. الى الحي. هوني اه اه بده هلأ من هلأ وطلع. بده يرجع. بده يرجع. بده يشتغل بفتوى الحي. طبعا. ما عد فيه يشتغل. طبعا. اه. يعني انا كنت اقلد مجتهد وتوفي. اه. وبعض الفقهاء يقولون بجواز البقاء. يعني اذا ما نقول بجواز البقاء يعني انا بالخيار. بين ان ابقى على فتوى المتوفى او اعدل الى فقيه من الاحياء. نعم. فلو فرضنا اخترت العدول الى فقيه من الاحياء. نعم. نعم. فاذا مجرد ما عدلت من المتوفى الى فقيهم من الاحياء. نعم. والى مجتهد من الاحياء. فاصبح انا ملزم بالعمل. بفتوى الفقيه الحي الذي عدلت اليه. نعم. نعم. مبعوض والله بقول انا. كان الفقيه الفلاني يقول كذا. وكنت اعمل بالفتوى. مادم عدلت الى فتوى فقيه اخر. فلا بد ان نلتزم بالفتوى الفقيه الاخر. اذا كان رأيه مغاير او مخالف لفتوى الذي كنت عليه. على تقليده سابقا. لاني عدلت. اما لو انا باقيا. خلص. ما في مشكلة. نعم. طيب. اختنا عم تسأل عن موضوع. انه ان تقلد. سماح سيد علي بالبقاء على فتوى. يعني هل السيد علي مع كل محبتنا وتقديرنا لسماحته. هو لم يتصدى لهذا المسأل. ولم يعلن نفسه مرجعا او مجتهدا او ما الى ذلك. حتى نرجع الى في بعض الفتاوى او في بعض المسائل. نعم. عندما يتصدى هو او غيره يعني. مدام هو لم يتصدى. ولم يعلن انه هو مجتهد او مرجع. فما فينا ناخد برأيه بهذه الفتوى. لابد ان يكون مجتهدا متصديا على الاقل او مشهور بين الناس انه هذا مجتهد وله فتاوى وكذا. يعني ما اعلن. لكن الى الان سمحت السيد علي الله يحفظه يخليه. ما اعلن نفسه انه والله انا مجتهد وانا اصدر فتاوى. وانما ما يصدر منه في الغالب هو نقل لفتوى سماحة سيد فضل الله. عندما يتصدى فلكل حادثين حديث. نعم. ونسأل الله تعالى ان يوفق هذه المؤسسة وهذا البيت ان يخرج منه فقهاء ومجتهدون ويتصدون للمرجعية ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هذه تكون يعني من بشائر الخير ان هذه الشجرة المباركة شجرة سماحة العلامة السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه. اثمرت واينعت واخرجت لنا. مجتهدين. وفقهاء. ان شاء الله. يملؤون الساحة ان شاء الله عملا وعطاء باذن الله. نعم. بتقول سماح الشيخ انه انا عملت عملي عملية ديسك. اه ولذلك اصلي صلاة المستحبة مثل صلاة الليل من جلوس. انا يعني على الكرسي. ولكن اه بالنسبة للصلاة الواجبة ما يعني نفسيا ما بتقبل انه صلي على الكرسي. لذلك بصليها اه من قيام. صحيح شغلها. بالنسبة للصلاة المستحبة هو حتى بحالة السلامة اذا احب الانسان ان يصلي الصلوات المستحبة من جلوس لا اشكال في ذلك. تصح حتى لو كان قادرا على القيام. وليس به اي مشكل واي علة. نعم. اما موضوع الصلاة الواجبة. انها تصليها من قيام وبالشكل المعتاد. اذا كان هذا العمل لا يضر بها. ولا يؤثر على وضعها الصحي باعتبار عندها حالة صحية معينة. فلا اشكال هو هذا المطلوب وهذا الواجب. اما اذا كان هذا الاصرار على القيام والركوع والسجود بالشكل المعتاد. يؤدي الى الاضرار والاذى. في حين اذن يشكل تعريض نفسها للاذى. وهذه بدأ تسأل وتستشير طبيبها. انه هي الوضع اللي هي فيه. والحال اللي هي فيها. هل يؤثر القيام والركوع والسجود بالشكل المتعارف. هل يؤثر على وضعها الصحي او لا يؤثر. يعني مش مطلوب منها سماحتي شيخ. نعمل اكتر من المطلوب منها. لا 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 لا. اصلا الله سبحانه وتعالى لا يقبل مني ان اؤذي نفسي. واسبب لنفسي الضرر من اجل بعض الاعمال العبادية. مدام هناك ترخيص من المولى سبحانه وتعالى ان الانسان اذا كان به اذن او ضرر او يتسبب بالاذى. حتى لو كنت انا سليم معافى. ولكن في عمل معين لو قمت به قد يؤدي الى مرض. قد يؤدي الى اذى. فالله سبحانه وتعالى اباح لي ان اتحلل من بعض الشروط. مهم. من اجل دفع الضرر ودفع الاذى. نعم. عم تقول سماح الشيخ انه انا كنت عم صمد مبلغ من من المال. وانسرق. وارتحت منه. بعوضها الله. لو تعلق الخمس سمحت الشيخ بهالمبلغ. بدها تتخمس. حسن الظاهر ان الخمس يتعلق بالذمة. والله. حتى افرض انا عندي مبلغ من المال. تعلق به الخمس وما خمست. ثم صرفت وانفقت هذا المال. هلأ انفاقه يعني تبدد راه. نفس الشيء اذا سرقه راه. يعني المال ما باقي. هلأ انا لما بيكون معي مبلغ مئة الف. مم. وبيصير عليه خمس. وما دفعت الخمس. وصرفته. ما بقول انا والله انا صرفته خلص. ما بقى فيه مصاري. حتى لو ما بقى فيه مصاري. ما تعلق بذمتك. يعني نفس الشيء اذا تلف. نفس الشيء. حتى لو تلف. طيب. بعد مرور رأس السنة الخمسية عليه. وتعلق الخمس بده الخمس. طيب. كمان انه آآ كل ما اجيها مبلغي بتجمعه. ما بتجمع مثلا مبلغ. وبينسروا. مبلغ ما. لا لا. ما بينسروا كل مرة. لا. تاخد هالمبلغ مثلا اخر شهر. بيجيها اجار ببيت. بيجيها مسلا آآ مستحقات. بدها تدفعها. بدها تدفع. طيب تدفع هالهالهاللي معها. بيرجع بيجيها مبالغ مثلا بنتها ابنها حدا. آآ بترجع بتجمع على هالاموال هايدي. شهر شهرين. ثلاثة اربعة خمس اللي هنا. وبصير تدفع. يعني بتدفع من اللي عم تجمع. وبيرجع بيجيها. ايه. طيب. يعني اصدي عم يقلب هيدا المال عم يقلب. هل في خمس. لا. هون نفس الشي. انا لما عم بشتغل. او عم يجيني من حدا. ما نفس الطريقة. نعم. انا اللي عم بشتغل. انا بيقبض كل اسبوع كذا. او كل شهر كذا. نعم. وهو اللي عم بيقبضهم او اللي عم يجوني من حدا. اخليهم معي على جنب. لا حتى تجي دفع قصد كذا. صحي. عم بيدفع. نعم. فهلا انا لما بكون محدد رأس سنة خمسية. اذا حل رأس السنة الخمسية. وكان باقي عندي شيء من هذه الاموال التي تأتيني سواء من عملي من وظيفتي. من اعطيات اعطاها من قبل بعض الاشخاص الاولاد او ما شابه ذلك. فاذا كان متبقي عندي بعد ما انفقت ما احتاج اليه. وما احتاج الانفاق فيه. وبقي عندي مبلغ فهذا المبلغ لا بد ان يخمت. اما لو اني انفقت كل ما اتاني. وكل ما كسبت وكل ما جمعت. قبل حلول رأس السنة الخمسية. وحل رأس السنة الخمسية وما عندي شيء. نعم. فما بيجي بقول والله انا خلال السنة جمعت كذا. فبيطلع علي ولا ما بيطلع. ما انا انفقتهم جمعتهم وانفقتهم قبل حلول رأس السنة. فانا يجب علي التخميس اذا بقي عندي. عند حلول رأس السنة شيء زائد عما احتاج اليه من نفقات ومصاريف. نعم. فهذا الزائد لا بد من تخميسي. اما اذا انفقت كل ما جاءني وكل ما كسبته خلال السنة ليس علي الشيء. اذا وعد الزوج زوجته وقال ساكتب لك نصف هذه الشقة. ومرت الايام. ولم يكتب. وحصل الطلاق ولم يكتب لها شيئا. هل هذا الوعد يلزمه بشيء؟ لا. يعني هون مرة نقول نحن اذا وعد الانسان لابد ان يفي. نعم. ولكن لو لم يفي افرض كان آثما في عدم وفائه. نعم. كان آثما في انه كذب على زوجته او ما شابه ذلك او اي انسان آخر وعده ولم يفي له بالوعد. ولكن هذا الوعد لا يلزمه بشيء. كان رحما او غير رحم؟ ايا كان. مدام لم. تفرق موضوع انه اذا سلم. هذا الهبة او الهدية اذا سلم للرحم تلزم. اما مدام لم يسلم لا يلزمه بشيء. نعم. الو. الو صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا نصبحكم الله بالخيرات. اهلا وسهلا. الله يصبحكم بالخير كمان. اه انا عندي استفسار لو سمحت فضيلة الشيء. انا في بتعرف وضع الدولار واللبناني حاليا عامل ازمة اه بقلب لبنان. بش انما نحن في عندنا ازمة تانية اه عم بوجهها ابني. كونه هو بيشتغل بالخارج وعنده تأمين الصحة على شعر الدولار برات لبنان. مهم. فهو لما بيجي لهون وبيتعالج وحاليا مرته بتتعالج. اه فبالتالي لما بقدم الانشورنس طبعه. مهم. عما بيطلع له قيمة المبالغ لما بترجله يعلى. هو هون بيدفع والشركة بتردله برا. صحيح. 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 فهو يعطوه على قيمة الدولار لنقول الف وخمسمية وخمستاش او ايا كان. صحيح. انما على الكتار الهديم كونه على المحطة الدولية يعني العالمية. اي. فبالتالي هو هون طبعا لما بيدفع سبعمائة الف لنقولك شفيه الدكتور وبرجعله اياها. عب يخده بقيمة يعني قوائم مضاعفة كتير. فهو هون اه كتير تعبين نفسيا من الموضوع. هلا انا ما بخشي عليك. سهل هو كذا مصدر. اه نتقلوله ما عليك شي لانه مش زنبك انت كونه ما بيقدر يفوت بباجة طويلة عريضة. لا مع الشركة ولا على المستشفى اه او الطبيب اللي بيكون عم بيعالج. وخاصة هو عنده وضع معين لزوجته. اه مشان الحمل. فبالتالي اه دي باج كتير طويلة ومعقدة بيرفضوها بالمستشفى وبترفضها الشركة. اه كونه انه ما بيقدروا يعملوا هيدا الشي. كونه انه سار الدول العالمي بعده لليرا اللبنانية متدنية نسبة لهون. فهو لما عم ترجع له على الارقام ناس فتقوله قالوله فيك ما عليك اي شي ابدا نهائيا. وناس تانين قالوله اذا حاسس انت انه انه انت كتير تعبان نفسيا. فيك جزء من هيدا المبالغ اللي عم تجيك. اتروحها بالمصادر الصحيحة السليمية لها اللي هي اه كطب لحدان او كدوات اه طبية لانسان عايزة الى اخر يساعد بجزء منها. بس ما علي اي اشكالية حرمانية من هالمبالغ. نعم واضح. 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 انه العارفين انه هيدا العملية بقلب لبنان مختلفة عن برا. اه شو رأي حضرتك باللي نعم اشاء الله. انا متبعتين اي مش هيك? عم تسمعين اي 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 اتبعتك. طبعا هون هون هو مدام هو عم بقدم المستندات والوثائق والفواتير مثل ما هي. يعني افرض انا عندي تأمين. سواء داخل لبنان او خارج لبنان. نعم. فت على مستشفى او رحت لعند عياد الطبيب تعالجت أو خضعت لعمل جراحي أو أي شيء عمل طبي معين وأخذوا مني مبلغ من المال سواء أخذوه بالعملة الوطنية أو بالدولار وأنا أخذت الفواتير مثل ما هي وقدمتها لشركة التأمين أو هن المستشفى أو المركز الطبي هو اللي بتولى هذه المسألة بيرفع هذه الفواتير وبيقدمها لشركة التأمين وشركة التأمين عم تعطيني تعويض أو ما إلى ذلك مدام أنا ما عم مزود ولا عم نقص ولا عم زور ولا عم بتلاعب بالفواتير ولا عم بعمل شيء عم قدم كل شيء أنا أنفقته بشكل طبيعي وبشكل مستقيم وما في أي تلاعب بالأرقام أبدا 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 فأنا ما إلي شغل هنلا كيف عم يحسبوا قيمة الدولار وكيف عم يحسبوا قيمة الليرة وعلى أي أساس عم بعوضوا هذا هنه عندهم نظامهم وعندهم قانونهم أنه هنه بيقولوا لي أنت بتجيب لنا فاتورة ونحن بنتولى الطعوي وأنا عم بعطيهم فاتورة وعم يعطوني طعوي فما في علي أنا أزيد أقل هنلا هذا شغلهم هنه شغلهم كيف نظامهم كيف يحسبوه هنه هذا نظامهم يعني صحتين على قلبه هلا إذا هو شوي تعبان وحابب يتخفف من هالعبء النفسي يبدو يساعد بعض الناس ويتصدق ببعض هذه الأموال خير إن شاء الله الله يجزيه ألف خير تعبان سمح الشيخ تعبان من الحرام لا حرمة في ذلك لا حرمة في ذلك ما دام طبيعة عقد التأمين الذي بينه وبين الشركة يقضي بهذا الأمر المهم أنك أنت تقدم فواتير سليمة وأنت عم بتقوم بهذا العمل ما عم بتتلعب مرة أنا بيجي فرضا أنفقت كذا وبيجي بروح بقدم فواتير بأرقام أكبر هون نعم صار في تلاعب أما إذا لا أنا دفعت ألف عم قدم فاتورة بألف دفعت مئة ألف عم قدم فاتورة بمئة ألف دفعتهم بالليرة اللبنانية عم قدم فواتير بالليرة اللبنانية دفعتهم بالدولار عم قدم فواتير بالدولار نعم فأنا شو ذنبي بعد إذا النظام الشركي هيك نعم عم تقول سمحت شيخ هيدا كمان حكينا فيه من يومين أنه بنت خطبت لشاب يسكن في الجنوب تذهب كل أسبوع لزيارته أو كل عشرة أيام هل تعتبر كثيرة السفر وتستطيع الصلاة تماما هذا إذا كان صار دايدا لها بحيث أنه في خلال العام أكثر من ثلاث أشهر أو أكثر تستمر على هذا المنوال كل أسبوع وبحيث يبلغ مقدار ما تسافر خلال الشهر أربع سفرات فنعم يصدق عليها أنها كثيرة سفرات أما إذا المسألة لا إذا كل أسبوع واضح أنه سيطلعون أربع سفرات أما إذا كل عشر تيام ما رح يصيرون لا ما بيطلعوا أربع سفرات بدون يطلعون أربع سفرات هو هيك وبدون يكون ثلاثة شهر فصاعدا خلال السنة على مدار السنة يعني أقله ثلاثة أشهر خلال السنة أما والله إذا هي فترة خطوبة أبو شهران كذا لا ما بيصدق أنها كثيرة سفر أحيانا منكون بعزا ومنسمع القرآن الكريم ولكن بتمر آية سجدة هل يجب علينا أن نسجد؟ يعني إذا كنا قاضين الاستماع طبيعيا لابد أن نسجد بهالحالي حتمر آية سجدة وأنا ما بدي أحرج حالي يقوم بهالحسينية وروح سجد ألا هو إذا في حرج فوق العادة ممكن أن يسجد أصدي فيني أنا مثلا بالإيماء هذا في حال حرج الشديد الذي يصدق أنه في حالة حرج وإلا لا مفروض أنه يسجد فيني اتشاغل سماحة شيخ أنه ما يسمع ما يستمع للآية ألا ممكن واحد ما يستمع يحاول ما يسمع يسد إذنه كذا إذا عارف حاله يتمره بيهالحالي سمح الشيخ أنه مفروض كل العالم الموجود بيهالحسينية تسجد طبيعيا طيب هذا الأصل هلأ إذا صار هالشي محلولي النعاء الآمت هو يعني عادة وفيه عرف تقريبا هلأ ما بعرف اليوم كثير من الناس إذا ملتفتين للمسأل أو لا نعاتا في السور التي فيها سجدة يتجنب الإتيام بها في مثل هذه المحافل حتى ما يحرجوا الناس بس والله قد يكون البعض ما ملتفتين للمسألة بيحطوا أي سورة يقول كن معي أجي عندي أجي فيها مال وصر لها زمان عندي كتير يعني فتحت هلأ وخمصت كل المبلغ الموجود فيها هل بيبقى علي شي بيدمتي إذا خمصوا خلص إنه مش لأنه والله صر لها زمان كتير وخمصتها مرة وحدة هلأ هون فيه الخمس وخمس و الخمس مثلا بيقول إذا تعاقبت عليها سنوات متعددة فبدو يخمس الخمس وخمس و الخمس يعني مثلا إذا كان المبلغ لنفرض عشرة آلاف فبدو يخمس أصل المال وخمس الخمس يعني هذي مش بس إنه لو خمس من خارج المال سمحت شيخ ولا حتى لا 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 حتى لو من نفس المال يعني مثلا ومتى ما خمس خلص بعد مهما بقي هذا المال عنده ما في مشكلة إذا لم يزيد عليه شيء هل المال الذي بيشيل الواحد على جنب إلى السنة القادمة متعلق في الخمس طبعا لأنه يصدق أنه زائد عن مؤنته أنا عم شيده بس لحتى روح الزيارة نفس الشيء ما في فرق سواء للزيارة ولا لغيره مدام ما أنفقوا ما صرفوا وإجرى السنتي الخمسية فمعنى ذلك أن هذا زائد عن حاجتي طيب لو لم يكن زائدا بارح سمحت شيخ سؤلنا عن موضوع أنه حدا تدين أو استدانا لحد حدا كلف حدا أنه يستدن له مصاري واستدن له خمسة آلاف دولار بقيمة سبعة آلاف وخمسمائة ألف سبعة آلاف وخمسمائة سبعة ملايين وخمسمائة ألف كانت قيمته سبعة ملايين وخمسمائة ألف يعني كان الدولار طالع مش أنه على على الدولار للألف وخمسمائة على الخمسة خمسة آلاف دولار طلعوا سبعة مليون وخمسمائة ألف يعني على اللي طلب المال قالها قالها يعني قالها الحجي قالها أنا ما بقى بدي إياهون أنت تصرفي فيهم خديهم خليهم معيك هلأ هي خلتهم معها على أساس أنه عادي وطلع الدولار وصرفي خربين بيوت هلأ هو صاحب صاحبهم يعني بدوا بدوا ونعاد دولار هلأ يعم تقول أنه يعني لو بيشأفوني أنا ما معي شي وما عم يقبل شي ما عم يقبل صلح ما عم يقبل ياخده ويعطي وما معي أنا شو بعمل هو أتي اللي أعطاه إياهم أعطاه إياهم دولار ولا أعطاه إياهم أعطاه إياهم لبنان لبنان سبعة مليون وخمسمائة يعني هي قالت له خمسة ألف دولار يعني سبعة مليون وخمسمائة هي أخدت سبعة مليون وخمسمائة ما أخدت خمسة ألف دولار يعني بتردون لبنان يعني تريح راسها يعني من هيدا الميلي. ايه. هلأ يعني ارتفعت قيمتهم شوية ممكن تتصافة هي وياه بس مش انه والله الا خمس تلاف دولار صار. هلأ المبلغ المبلغ هائل وانا ما قادر. لانو انا اجيت قلت لك بدي بيحدود اجيت اعطيتني انت سبع مليون وخمسمية. لان شو بعرفني راح تصرفت دولارات راح ما ما صرفت انا شو بعرفني. انا استلمت منك سبع مليون وخمسمية. اما مرة لا هي استلمت منه خمس تلاف دولار. ايه يحقله يتمسك انه بدي رجق خمس تلاف دولار. كل شكر لكم سمعت شيخ زهير قوسان بنهاية لقاءنا اليوم. شكرا لكم اعزائنا. نلتقي غدا بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة